موسيقى اليمنية من الميادين سلام الله عليكم وفي عنوينها غارات سعودية عنيفة على وسط مدينة صعدة والداخلية السعودية تعلن مقتلى جنديين باستهداف أحد المواقع العسكرية الحدودية رياض ياسين يحدد مهمة لقاء جينيف بتسليم حركة أنصار لا مواقعها وروسيا وطهران تحثان على إطلاق الحوار اليمني في أقرب فرصة شوف هذه أجدنبه لان هذه البنت الصغيرة أتمنى أنه سوف أرحق لتعمل لنا أي بأسرع واختحال سبعة ألاف لاجئ يمنيا إلى الصومال من الحرب إلى الظروف المأساوية قبل الدخول في تفاصيل اليمنية نتوقف مع موجز للأخبار السلام عليكم يشن جيش الفتح بقيادة جبة النصر هجوما عنيفا على نقاط الجيش السوري في محيط مدينة أريحة وجبل الأربعين بريف إدلب الهجوم اطلق عليه اسم معركة تحرير أريحة وبدأ بقصف بالهون والصواريخ القصف تركز على جبل الأربعين الذي تسمح السيطرة عليه بالسيطرة سريعا على أريحة حيث الجيش السوري يواجه الهجوم دخل الجيش اللبناني بلدة عرسال في البقاء للمرة الأولى منذ أبا غسطس الماضي حيث يقوم بتسيير دوريات داخل البلدة وفق ما أفاد به مراسلنا ووفق مراسلنا أيضا فإن دوريات الجيش تتركز قرب المصوصف ومن جهة وادي حميت انتشالت السلطات العراقية أربعمائة وسبعين جثة من المقابر الجماعية التي عثرت عليها على مشارف تكريت التي كان يسيطر عليها داعش الناطقة باسم وزارة الصحة أشارت إلى أن الجثة عثرت عليها في موقع سبايكر القريب من القاعدة العسكرية حيث اعتقل مسلح داعش المئات أو اعتقل مسلح داعش المئات من المجندين العراقيين في حزيران يونيو الماضي أوقفت السلطات التونسية مغربيا ثانيا يشتبه بتوعيطه في الهجوم على متحف باردو في آذار مارس الماضي وفقا ما أعلنت الداخلية التونسية الناطق باسم الوزارة أعلن أن الموقف نور الدين النيابي شارك بنحو غير مباشر في هجوم باردو وقد أوقف عند معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا وكانت إيطاليا أوقفت أخيرا مغربيا آخر مطلوبا في تونس للاشتباه في علاقته بالهجوم على المتحف رفض وزير الخارجي الإيراني محمد جواظريف طلبا من باريس بزيارة مواقع عسكرية إيرانية كشرط مسبق من أجل توقيع اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ظريف الذي يزور آثنا قال أنه يتوقع من أطراف التفاوض لامتناع عن المطالب المبالغ فيها مشددا على ضرورة البقاء في الواقع وليس في الوهم ظريف يلتقي نظيرها الأمريكي جونكاري في جونيف السبتة المقبل لاستكمال المفاوضات النووية رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في توقيف مسؤولين كبار في الاتحاد الدولي لكرة القدم محاولة من واشنطن لمنع إعادة انتخاب جزاف بلاتر رئيسا للفيفا لولاية خامسة بوتين وفي لقاء صحفي في الكريملين ذكر بالضغوط التي موريسات على بلاتر لعدم منح روسيا حق استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2018 وأشار إلى أن خطوة توقيف هذا محاولة من واشنطن لفرض إرادتها على العالم والآن نعود لمتابعة اليمنية تواصل طائرات التحالف السعودي غاراتها على المدن والبلدات اليمنية وقد سجلت عشرات الغارات على وسط مدينة صعدة شمال اليمن ومعسكرات الأمن المركزي والنجدة ومنطقة القصر الجمهوري وفق ما أفاد به مراسلون هذا وقد انتشل من تحت الأنقاض في صنعاء المزيد من جثث الشهداء لترتفع حصيلة غارات أمس لأربعة وخمسين شهيدا في العاصمة ونحو مئة في صعدة وذمار وتعز والحديدة شهران مرى على بدء عاصفة الحزم على اليمن ما نعمت فيهما صنعاء بأمن النائمين ولا أصبحت على توكل المصبحين هذا الشارع المياه في منطقة حزيز تحكي جدرانه وطرقاته وفضاؤه ما جرى ويرخص سكانه إنجازات العاصفة التي ضربت بأرضهم تقرير يمني أصدره مركز غير حكومي يقول إن الجيش اليمني واللجان الشعبية خسرا خلال هذه الفترة نحو ثمانين في المئة من قدراتهم الصاروخية وخمسين في المئة من مخازن الذخيرة والسلاح الثقيل لكن الواقع الميداني يقول عكس ذلك فالجيش اليمني واللجان الشعبية وأصلا تقدمهم على الأرض من أقصى الجنوب اليمني إلى أقصى شماله ومدى ألسنة من لهب الحريق بالجسد اليمني إلى الأراضي السعودية إلى جيزان ونجران ما خلف قتلى وجرح بين الجنود السعوديين على المقلب الآخر من الحدود إضافة إلى تدمير العديد من الآليات وبصي السيطرة على مواقع عسكرية في النقاط الحدودية لا طرفا رابحا إلا الحرب تمتد ببشاعتها ناخرة أمن اليمنيين نحو ألف ومائتي قتيل قطف الموت هنا وهناك وفق ما تحصيه المفاوضية العليا لحقوق الإنسان ونحو نصف مليون نازح داخل ما تبقى من مناطق آمنات في اليمن إضافة إلى عشرين الفلاجئ إلى الجارين العليلين جيبوتي والصومال يفيد تقرير منظمة الدولية للهجراء أما البنية التحتية فقد سقطت إلى أسفل سافلين خلال شهرين مئة البناء والمؤسسات والمرافق العمومية البارز والأهم فيها بين كل الحطام نحو خمسين مرفقا صحيا دمرت عن آخرها غالبيتها في صعد وتعز عدن وأوقف معول الحرب العمل في أربع وأربعين منها إما لانعدام فرقها الطبية أو موادها الاستشفائية كما تحسي وزارة الصحة بين ركام المواقف السياسية والضغوط الدولية لتجسيد حل سياسي يضع حدا لأزيز الرصاص والطائرات الحربية معا تسير الأزمة اليمنية متململة عساها تصل قبل فوات الأوان إلى بر أمان قتل جنديان سعوديان ووصيب خمسة آخرون من قوات حرس الحدود بسقوط قذائف على موقع عسكري سعودي بظهران الجنوب الحدودية بعصير الإعلام الحربي للجان الشعبية في اليمن وزع صورا لاقتحام موقعي تويلق وم أبسي العسكريين السعوديين في جيسان اشتركوا في القناة صحفي اليمنية عبدالخالق الحود عبدالخالق بالنسبة لألغارات على عدن خلال الساعات الماضية أين تركزت وما هي المناطق التي استهدفتها نعم كمان أغارة صائرات التحالف اليوم على رئاسة جامعة عدن وهما مبنى كبير كان في الأصل هو اللجنة المركزية للحزب الإشتراك اليمن أيام فقم الحزب في المناطق الجنوب هو مبنى كبير محصن يقع في مدينة فوربكسر تحديدا على أساحل أبيان كذلك أغارة طائرات التحالف على مناطق في قصر المعاشيق وأيضا أهداف عسكرية في منطقة كريتر وإلى ذلك أغارة أيضا طائرات التحالف على مطار عدن الدولي والمنطقة التماس الواقعة بين مطار عدن الدولي ومنطقة السولبان كذلك صباحا أغارة طائرات التحالف على مناطق التماس في شمال مدينة عدن تحديدا مدينة المندارة وكذلك إلى الشمال من مدينة البريقة تحديدا مزارع جعوانة وهي منطقة تدور فيها اشتباكة ضارية منذ مساء يوم أمس الأول حيث يحاول الجيش التقدم باتجاه مدينة المندارة وكذلك في حي البساتين قبل الحديث عن الاشتباكات إذا سمحت لي عبدالخالق بالنسبة للخسائر التي جراء هذه الغارات في الأماكن التي ذكرتها هل هناك حصيلة حول عدد الشهداء أو الجرحة أو الخسائر في الأماكن التي سادفتها الغارات نعم كمال غالبا المناطق المستهدفة هي مناطق تقع تحت سيطرة الجيش ومسلحي أنصار الله وهي مناطق كريتا والمعلى والثواهي وغالبا الجيش لا يعلن إذا ما كان سقط عدد من القتلى أو جرح جراء الغارات التي تستهدفه في تلك المناطق والتجمعات التي يتمركز فيها بذلك لا يتسنى لنا الوصول إلى هذه المناطق ومعرفة ما إذا كانت تتخلف الضحايا أم لا كمال بالنسبة للاشتباكات على الأرض عبد الخالق نعم تدور الاشتباكات وهي منذ ما يقارب الشهر في مناطق التماسل الشمالي من مدينة عدن تحديدا مدينة البريقة والمساحة الصحراوية المقابل لهذه المدينة هذه الاشتباكات أيضا تمتد باتجاه مدينة البريقة إلى الغرب من عدن ومقابلها منطقة صراحة الدين الواصلة إلى محاضرة لحج هذه منطقة جميعها تقع تحت سيطرة الجيش ومسلحة أصار الله يحاول التقدم منذ ما يقارب الشهر باتجاه مدينة عدن والأحياء التي تقع تحت سيطرة المقاومة الجنوبية وهي مدن المندارة والشيخ أثمان والمنصورة والبريقة وكذلك مدينة الشعب هذه المناطق يحاول الجيش السيطرة عليها يحاول التقدم بهذا الاتجاه طائرة التحالف تشارك بفعالية في الغارات التي تستهدف أردار الجيش التي تحاول التقدم باتجاه هذه المناطق الاشتباكات ما زالت متواصلة تستخدم فيها كافة أنواع الاتجاه يسقط الكثير من القتلى والجرحة لكن أعدادهم لا يتزمن لنا معرفتها من الجهتين خاصة مع التقدم الشديد الذي يبديه طرفي المزاع في تلك الاشتباكات وفي تلك المواجهات كمان طيب عبد الخالق أيضا على الشق السياسي بالنسبة للحوار في خارج اليمن الذي يجري الحديث عنه ما هي أبرز المواقف الجنوبية فيما يتعلق بهذا الاجتماع خاصة في جينيف وأيضا ما تطرحه الأقطاب اليمنية حول أن يكون الحوار شمال جنوب أو أن يكون الحوار متعدد الأطراف ما هي أبرز المواقف لدى أبرز القوى السياسية الجنوبية في هذا السياس نعم كمان إذا رفضنا المواقف شعبيا لا يعول الناس كثيرا على هذه المؤتمرات على اعتبار أنها لا تحمل جديدا خاصة وأن الأطراف المسيطرة على الأرض تعلن أنها لا تشارك في هذه المقاوضات وإن شاركت فهي أيضا مرغونة بمواقف قوى دولية وأقليمية هكذا ينظر الناس إلى هذه المؤتمرات وكذلك المشاورات وأيضا مؤتمر حوار الرياض الناس أيضا باتوا ينظرون بشيء من الريبة وأيضا بعدم الثقة إلى الحكومة الرئيس عبد الرب منصر هادي في الرياض هذا اعتبار أنها تلك الحكومة التي غادرت عدن وتركتها بدون سلاح وكذلك بدون مقاوما بالتالي المواقف السياسية التي قد تأتي من الرياض هي مواقف ربما لا تجد الكثير من الصدا وكذلك لا تجد الكثير من التفاعل هنا في الداخل شعبيا موقف الحركة الجنوبي السياسي هو باتجاه أيضا النظر إلى الواقع على الأرض خاصة بعد الانتصار الكبير لحققة لقاومة جنوبية في مدينة أفضالة فهو يراهن على المكاسب على أرض وبالتالي في أي تسوية سياسية قادمة يفكر الحركة الجنوبي في أنه ربما سيكون رغما صعبا ولا يستطيع حتى جاوزه سواء من حكومة الرياض أو من أنصار الله شمالا شكرا جزيلا لك عبدالخالق الحود لصحف اليمني كنت معنا مباشرة من عدن جنوب اليمن دعت الأمم المتحدة إلى وقف القتل والتدمير في اليمن وحذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية مع سقوط الألاف بين قتيل وجريح ومن بين هميات الأطفال والنساء كذلك شددت على ضرورة جروس الأطراف كافة إلى طاولة التفاوض على كل الأطراف احترام حياد الجهاز الصحي تحت القانون الدولي والسماح للموظفين والمؤن بالمرور وبإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجها نريد رؤية نهاية للنزاع إننا نشهد تدميرا مستمرا للقنى التحتية ونشاهد هجمات عن المدنيين يجب أن تتوقف لقد أعرب الأمين العام عن خيبة أمله لعدم تمديد وقف إطلاق النار لإدخال المعونات الإنسانية وما تم إدخاله لم يكن كافيا نريد أن نشهد وقفا للقتال حال هذا النزاع حال أي نزاع آخر لا بد من وجود محاسبة في اليمن لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لكن أولويتنا حاليا هي جلب الناس إلى طاولة التفاوض قال وزير الخارجية اليمنية رياض ياسين من لقاء جينيف سيكون لاتخاذ آلية لتنفيذ قرارات مجدس الأمن الدولي مشيرا إلى أنه في حال نجاح لقاء جينيف فستجري حوارات حول القضايا اليمنية المستقبلية على أن تعقد داخل اليمن أو إحدى المدن الخليجية أو العربية وعشر ياسين إلى أن المرحلة الأولية في لقاء جينيف تتضمن تباحثة حول كيفية انسحاب أنصار الله وإيجاد آلية لوقف إطلاق النار وإيجاد مراقبين لتحديد اختراقات إطلاق النار وأكد ياسين أن وجود أنصار الله في المؤتمر سيكون لتنفيذ القرار الأممي 2216 نائب وزير خارجية روسيا جنادي جاتيلوف أعلن أن بلاده ترى ضرورة عقد مؤتمر دولي خاص باليمن في أسرع وقت جاتيلوف أسفى لإلغاء لقاء جينيف من دون تحديد أي موعد جديد بعد وأضاف أن موسكو ترى ضرورة عقد هذا المؤتمر في أسرع وقت وبمشاركة جميع الأطراف المتنازعة وبرعاية الأمم المتحدة معاون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال أن الإرهابيين سينقلبون على داعمهم إذا لم يتوقف استخدام الإرهاب كوسيلة في اليمن والعراق وسوريا وعلى همش مشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الكويت تأكد عبداللهيان أن مهاجمة بلد عربي لبلد عربي وبلد إسلامي لبلد إسلامي أسلوب خاطئ وأضاف أنه يجب إفساح المجال أمام الأمم المتحدة من أجل الحل السياسي في اليمن للتعليق على كل هذه المواقف معي الآن مباشرة من صنعاء عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله السيد ضيف الله الشامي أسعد الله مساءك سيد الشامي وأبدأ معك مباشرة من حيث أهلا وسهلا موضوع الاجتماع الدولي والاتصالات والمواقف التي عرضناها قبل قليل وأيضا على مدى يومين حول هذا الاجتماع أين وصلت هذه المشاورات؟ هل ألغي الاجتماع أم لم يلغى؟ أم أنه ثمت اتفاق على اجتماع قادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم في البداية الحديث عن الاجتماعات وعقد المؤتمرات هو أخذ حيزا كبيرا في وسائل الإعلام ومن المهم التركيز على ذلك وخصوصا أن الأنظار لكل اليمنيين ولكل العالم كانت تتجه إلى جينيف حيث أعلن 28 من الذي كان مصادفا لليوم أن يكون يوم عقاد المؤتمر في جينيف بين كل القوى السياسية اليمنية لإيجاد حلول لما يجري على الساحة اليمنية لكن المفاجأة التي تفاجأ بها اليمنيون وتفاجأت بها القوى السياسية الموجودة على الساحة اليمنية الفعلية بتأجيل هذا المؤتمر إلى أجل غير مسمى وهذا ربما يأتي نتيجة محاولة ضغوط من قبل دول التحالف وقبل دول العدوان التي تمارس العدوان وتمارس القتل والإجرام وترتكب أبشع المجازر على الساحة اليمنية والتي تريد من خلالها إخضاع هذا الشعب اليمني وإخضاعه للقرارات الخليجية والقرارات السعودية ضغطت بعض دول مجلس التعاون على الرئيس عبد الربو منصور هادي لعدم المشاركة في جينيف ما أدى إلى تأجيله أو إلغائه مؤقتا هل لديكم تفسير سيد عبد الله لهذا الموقف؟ ما هي الأهداف التي يرمي إليها مثل هذا الضغط أو تأجيل هذه العملية؟ بالطبع التفسير الواضح والذي لا يمكن أن يبقى خافيا على أحد أنه أولئك الذين اجتمعوا في الرياض واعتمروا في الرياض لم يستطيعوا أن يقدموا أي طلب أو أن يخرجوا بأي قرار يمثل خدمة للمجتمع اليمني وخدمة للشعب اليمني حتى أنهم لم يستطيعوا حتى أن يلمحوا ولو تلميحا بإيقاف ارتكاب الجرائم والمجازر بحق شعبهم الذي يدعون الانتماء إليه ولذلك هم الآن في موقف محرج جدا هم ودول التحالف دول العدوان أنهم لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف من الأهداف التي أعلنوها عسكريا وتحدثوا عنها بل وجدوا أن الوضع اختلت وأصبحت المعادلة تتجه باتجاههم وأصبح الجيش اليمني واللجان الشعبية والقبائل اليمنية تنطر المواقع العسكرية السعودية بوابل من الصواريخ مما يقلب المعادلة التي كانوا قد تحدثوا عنها سيد ضيف الله سنتحدث عن الميدان لو سمحت من خلال هذا اللقاء في هذه المرحلة لعدم المشاركة ولكن فيما يتعلق بالجانب والشق السياسي هل لديك معلومات أستاذ عبد الله حول إلى متى سيتم تأجيل جينيف من خلال اتصالاتكم طبعا إلى متى سيتم التأجيل متى سيعقد هل ألغي تماما هل لديكم معلومات حول الاجتماع الدولي حول اليمن إن كان سيعقد ومتى لدينا معلومات من قبل الأمم المتحدة بأنه لا زال الموضوع جاري وأنه سيتم عقد المؤتمر لكن تحديد الموعد لم يحدد لحد الآن لأنه ربما هناك ضغوط بل أصبحت واضحة ضغوط أمريكية وضغوط خليجية من أجل أن يتم تمديد هذا المؤتمر لأنه في الحقيقة سيعطي فاعلية ودفعة قوية باتجاه المعرقلين الأساسيين لمسيرة الحوار في اليمن وسيفضح كل الأطراف التي سعت إلى عرقلة الحوار كما فضحها تقرير جمال بن عمر أمام مجلس الأمن الدولي عندما قدم الإحاطة بما كانت القوى السياسية قد توصلت إليه في اليمن هم الآن يسعون إلى أن يجدوا على الأرض شيئا من الانتصارات وشيئا من تحقيق الأهداف التي تحدثوا عنها على الأقل أن يضعوا موطئ قدم لما يسمونهم بالشرعيين والحكومة الشرعية في هذه الجزئية نفهم بأنه ما وصلكم كأنصار الله أنه موضوع جنيف جاري والأمم المتحدة قالت أنه يجري التحضيرات لمؤتمر في جنيف حول اليمن رغم المعارضة أو التأجيل أو الإعاقة التي حصلت من طرف الرئيس بالطبع هناك هذه الأمور كلها لا زالت سارية المفعول ولا زالت تحضير لها مستمرا ونحن أكدنا وأكد قائد هذه الثورة وقائد أنصار الله بأن الحلول لا يمكن أن تأتي إلا بحوار يمني يمني برعاية أممية في دولة محايدة ليس لها ارتباط بالعدوان على الشعب اليمني وكذلك مبنية على أسس وطنية قائمة على الشراكة واتفاق السلم والشراكة والحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني هذه الأساسيات والمحددات التي يجب أن تكون قاعدة هذا الحوار الذي يتحرك على أساسه كل الأطراف والقوى السياسية في اليمن ولذلك هذا ما دعت إليه الأمم المتحدة وما تسعى من أجله لكن العراقيل كثيرة جدا والمؤامرة كبيرة على هذا المؤتمر والمؤامرة كبيرة على هذا الشعب وعلى كل الأطراف التي تقف مساندة له فهناك المحاولات حتى لحجب وسائل الإعلام من نقل المجازر ومن نقل الجرائم في اليمن هي من ضمن المحاولات من أجل أن يستمروا في ارتكاب جرائمهم وفي ارتكاب المجازر بعيدا عن أنظار العالم لكنهم أغبياء لدرجة كبيرة لا يفهمون بأن العالم أصبح يعي ويفهم لغة ألكترونية كبيرة يقول وزير خارجية اليمن رياض ياسين أن وجود أنصار الله في المؤتمر يقصد مؤتمر جينيف سيكون لتنفيذ القرار الأممي 2216 كيف ترد عليه قضية أن يحدد هو الأسباب التي يمكن أن نشارك فيها في الحوار هذا شيء من نوع الاستغباء السياسي الذي يمارسونه وكأنهم يحاولون أن يكونوا أوصيا حتى على المكونات الفاعلة على الأرض وهذا يثير السخرية ويثير الاستهزاء نحن حركة أنصار الله جزء من هذا الشعب اليمني ومكون أساسي وفاعل ورئيسي في أي حوار لا يمكن أن يتم أي حوار إلا بحضور المكونات الفاعلة والرئيسية والمحددات نحن من نحددها ليس أي طرف آخر يمكن أن يحددها المحددات أي مكون ولأي طرف سياسي هو من يحدد المحددات والأهداف التي يتحرك على أساسها وليس الآخرون والذين أصبحوا يمثلوا إطار واستفاف عدائي ضد هذا الشعب اليمني وضد المكونات الداخلية الأساسية وهذا نستطيع أن نقول له بأنه من قبير الحقوقات الأعلامية التي دائما يتحدثون عنها طيب سيد ضيف الله أيضا من ضمن ما قاله رياض ياسين طيب من ضمن ما قاله وأريد أن نكثف شوي لأنه لديك كثير من الأسئلة لحضرتك السيد ضيف الله أيضا تحدث عن أن المرحلة الأولى في لقاء جينيف تتضمن التباحث حول كيفية انسحاب أنصار الله وإيجاد آلية لوقف اطلاق النار وكأنه جدول أعمال جينيف أصبح جاهز لديه للوزير الخارجي اليمني يتحدث عن أنه في مراحل في لقاء جينيف وأول مرحلة ستتضمن التباحث حول كيفية انسحابكم من بعض الأماكن هل هذا صحيح؟ هل أجندة جينيف وضعت في مراحلها الأولى؟ يعني وما مصدر مثل هذا الكلام الذي تحدث فيه وزير الخارجي هم دائما يتحدثون ويحاولون أن يقدمون الإملاءات حتى على الأمم المتحدة وعلى مجلس أمن الدولي ويحاولون إثارة الخلافات عندما يتحدث عن مثل هذه الأمور فهو ليس من يحدد هذا نحن نتحدث عن حوار يمني يمني إذا كان هناك حوار على أمور من هذه فلها قضاياها ويمكن أن تطرح على طاولة الحوار لكن ليسوا هم من يحددون ما يجري الآن في اليمن وفي الداخل وما يتحدثون عنه أن هناك كما يسمونها يحاولون إنشاء جيش شرعي كما يسمونه ومقاومة شعبية بينما هذه تسند بأسلحة عبر الطائرات طائرات العدوان والتحالف السعودي ويمدون بالسلاح بالإنزال المضلي وبالمال هؤلاء هم امتداد لعدوان خارجي ولذلك ليس هناك حرب داخلية وإنما هناك حرب بين شعب يمني تمارس ضده كل أنواع الإجرام من قبل الداخل ومن قبل أيديهم في الداخل المدد العدواني الذي يمثل عناصر القاعدة والتكفيريين داخل اليمن والذين كانوا هم الورق التي تلعب على أساسهم أسرة آل سعود ونظام الولايات المتحدة الأمريكية في تحريكهم في الداخل اليمني لكن هم الآن يتلاشون مع صقوط رؤوسهم وصقوط الأجنعة عن من كانوا يجعلون القطاء الشرعي لهم من أمثال ياسين وغيره حركة أنصار الله لن تنسحب من أي موقع أو مدينة أو منطقة أو موقع عسكري أثناء عملية التفاوض إلا بعد أن تنتهي التفاوض على اتفاق خلال كل هذه المدة من التفاوض إذا ما تم أو الحوار اليمني اليمني لن يكون هناك أي انسحاب هذه هي قضية داخلية ويمكن أن تناقش في إطار الحوار اليمني الذي نطالب دائما بعقده ودائما عندما يصل الناس إلى مرحلة من التفاوض ويكونون على طاولة الحوار ويكونون مناقشون كل القضايا ويتحدثون عن سلبيات وإيجابيات أي تحرك على الأرض ولذلك الجيش واللجان الشعبية هم الآن يقفون في مواجهة عدو لكل العالم تنظيم القاعدة هو عدو لكل العالم وأمريكا والسعودية وغيرها هم يعانون من هذا التنظيم وهم يتحدثون عنها لكنهم الآن يستخدمونه ورقة هنا في اليمن من أجل تمرير مشاريع أخرى نحن هنا في اليمن نواجه عناصر القاعدة ونواجه الإرهاب العالمي المستمد شرعيته والمستمد تحركه وتمويله من قبل نظام آل سعود ومن قبل ولاية المتحدة الأمريكية ولذلك هم الآن يريدون أن يسمون هؤلاء بتسميات أخرى وأن هناك غزو لمناطقهم بينما هم في وسائل الإعلام يصرحون ويتحدثون حتى المجازر التي يرتكبونها تنظيم القاعدة يعلنها باسمه هم الآن يسيطرون على مدينة المكلة في حضرموت ونجد أن هؤلاء يدعمونهم ويساندونهم بالسلاح والمال ويرسلون إليهم المقاتلين عبر البحر من دول أخرى من السنغال من نيجيريا من الصومال ويحاولون أن يضعوا موطئ قدم لإنشاء كما يسمونه في الجيش الشرعي على غرار الجيش الحر في سوريا أرجو أن تبقى معي أيضا نتحدث في الشقة السياسي المبادرة العمانية الباحثة عن حل سياسي ينهي الحرب على اليمن مستمرة بحضور وفد يمثل أنصر الله وأطراف أخرى إقليمية ودولية قراءة حسن عبدالله مؤتمر الرياضي الذي طلب على نحو غير مباشر استسلام الجيش اليمني وأنصر الله لوقف الحرب وبدء الحل السياسي في اليمن استكملته السعودية بإفشال مبادرة الأمم المتحدة لعقد حوار يمني يمني في جنوب كل ذلك لم يمنع من الاستمرار في البحث عن ثغرة تسمح بإطلاق عملية سياسية توقف الحرب على اليمن عمان تعمل على فتح هذه الثغرة منذ فترة وفد أنصار الله الذي وصل إلى العاصمة العمانية منذ أيام يواصل محادثات تشارك فيها شخصيات يمنية تمثل أكثر من اتجاه إضافة إلى ممثلين عن إيران والولايات المتحدة الأمريكية عمان وهي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي لكنها لا تشارك في الحرب على اليمن استضافت وزير الخارجية الإيرانية محمد جواز ضريف قبل يومين وبحسب جليلة الأخبار اللبنانية قدمت في المشاورات الجارية مع الحثيين مبادرة تقوم على فكرة وقف إطلاق النار مع انسحاب أنصار الله من المدن وهو أمر وافق عليه ممثل عنصار الله لكنه سأل عن هوية الجهة العسكرية والأمنية التي ستملأ الفراغ بعد خروجهم إذا كانت محادثات عمان تشير من خلال استمرارها إلى بادرة أمل ولو كان ضئيلا فإن مراقبين يرون أن استمرار الخطاب التصعيدي للسعودية وحلفائها من دول الخليج لن يقرب موعد نهاية الحرب ولن يساعد على تعزيز الوسطة العمانية ولا زهود الأمم المتحدة الباحثة عن توافق على حوار برعايتها أعود ثانية إلى صنعاء وإلى ضيفي الأستاذ ضيف الله الشامي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله ساذة ضيف الله الشامي ما الذي يجري في عمان وماذا يفعل وفدكم هناك الذي يجري في عمان أنها وجهت دولة من قبل سلطنة عمان لحركة أنصار الله ولبعض القوى السياسية بأن تقوم بزيارة عمان وحدثت الزيارة وأتى وفد عماني لأخذ الموفدين اليمنيين من أنصار الله ومن غيرهم لزيارة عمان والمباحثات هناك جارية وبالفعل لا يمكن أن يتحدث شخص بأنه ربما ستبحث اللقاءات قضايا ثقافية أو علمية أو أدبية بينما أجنحة الطائرات ترفرب في سماء اليمن وقذائفها تقتل المواطنين اليمنيين وارتكاب أبشع الجرائم على الساحة اليمنية من قبل دول التحالف العدواني على اليمن بالفعل سيكون قضية نقاش أن يوجد حلول لوقف العدوان وأن يوجد حلول للوضع القائم الآن في اليمن هو ما سيكون على طاولة تلك اللقاءات نستطيع أن نتحدث عن مبادرة عمانية مستقلة عن كل الجهود الدولية التي تبذل في اليمن أم هي مكمل لما يجري في جينيف هي لم تكن مبادرة مقدمة إلينا وإنما تم الحديث عنها في وسائل الإعلام ولدينا لاتصالاتنا مع إخوتنا هناك الموفدين ويطلعوننا على بعض الأمور التي تجري ويعني ما ذكره زميلكم في التقرير عن أن هناك مباحثات ووضع من الشروط هذه ربما تكون موضوع على طاولة الحوار وعندما يتحدثون عن مثل قضية الانسحابات وشيء من هذا القبيل الموفد كما أشار في التقرير وضع التساؤل ومن الذي سيحل بديلا الجيش اليمن القائم الآن هو من سيحل لإحلال الآمن والسلام في أي بلد وفي أي محافظة وفي أي قرية أم أنهم يريدون عناصر القاعدة أولئك الذين يستون على البنوك والمؤسسات أولئك الذين يظهرون بقطع الرؤوس ويتظاهرون ويتفاخرون بأكل لحم البشر وأكل أكبادهم هم من ستسلم لهم هذه المحافظات أم من يريدون يجب أن يتفق الجميع على بناء دولة وبناء بلد وبناء جيش قوي وطني ومن هناك يتم التفاوض في خوض القضايا الأخرى كثير من تقارير الصحفية تحدثت عن وفد أنصار الله في عمان البعض قال أنكم التقيتم أمريكيين أو التقى الوفد أمريكيين أوروبيين إيرانيين في مسقط طبعا لا نعرف أنا سأستمع منك إذا كان هذا الكلام صحيح يعني تم التواصل بين حركة أنصار الله وبعض الأطراف الدولية أو حتى الأمم المتحدة عبر المبعوث الدولي أيضا هناك حديث فيما يتعلق بالتحضير لجينيف يعني ما يجري في عمان هو مجرد تحضير لجينيف هناك تقارير أيضا تحدثت أن هناك ما عرض عليكم أو ما عرض على حركة أنصار الله في عمان من صفقة أو من أفكار دعني أسميها للحل أنا أريد أن توضح فعلا لنا ما الذي يعرض على حركة أنصار الله في مسقط ما هي المبادرة يعني ما هي إذا لم نقل مبادرة ما هي الأفكار التي تعرض على حركة أنصار الله وهل صحيح بأن الوفد هناك يقابل ليس فقط العمانيين بل أطراف إقليمية ودولية بالطبع هناك أطراف عديدة جدا تسعى سواء من الوسط العربي من الدول العربية أو من دول أوروبا ومن دول متعددة لأن يكون لها بصمات في حل الوضع في اليمن لكن كل الأطراف هذه تسعى إلى أن تعزز مصالحها على حساب هذا الشعب اليمني وعلى حساب خيراته وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به الشعب اليمني وكل الأفكار التي تقدم هي دائما معظمها تأتي في إطار محاولة التهويل ومحاولة التخويف ومحاولة إخضاع الشعب اليمني والشارع اليمني للقبول بأمور هي ليست حلول وإنما هي عبارة عن إجهاض لما يتحرك على أساسه وإجهاض لثورة 21 سبتمبر التي كانت مقدمة لإسقاط كل رموز الفساد ورموز التسلط هنا في اليمن ولذلك هذه الأفكار كلها توضع على طاولة النقاشات ويوضع الإجابات الملجمة لكل ما يطرح لأن القضية التي يتحرك على أساسها اليمنيون هي قضية عادلة وهم يطالبون ببناء وطن يطالبون ببناء دولة قوية ذات سيادة ترفض أي وصاية وأي أوامر تأتيها وإملاءات خارجية وهذا مطلب محق لكل أبناء الشعب اليمني ولذلك أستطيع أن أوصر رسالة لكل العالم ولليمنيين خصوصا بأن من يتحاورون الآن ويحضرون لمؤتمر جنيف في عمان أو عبر اللقاءات لا يمكن أن تخرج عن إطار ما يطالب به الشعب اليمني وما يتحرك على أساسه وما يحفظ لهذا الشعب اليمني أمنه وكرامته وعزته وشرفه وأن يبعده عن الوصاية الأجنبية والارتهان الخارجي ولا يمكن القبول بأنصاف الحلول التي لا تريد لهذا البلد الخير والأمن والأمان فليطمئن جميعا بأن الأمور تسير في الإفتجاء الصحيح وليثق ثقة كاملة بأن من يتحركون في هذا الإطار يتحركون لخدمة هذا البلد أرجو أن تبقى معنا لأنني بعد فاصل قصير سوف أفتح معك أيضا نقاط تتعلق بما يجري في الميدان خاصة على الحدود السعودية اليمنية وأيضا فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية ضمن نشرة اليمنية فاصل قصير ثم بعده نعود مباشرة نبقى معنا مجددا حياكم الله تزداد أعداد اللاجئين اليمنيين والصوماليين الفرين من اليمن الذين يصلون إلى الصومال هربا من نار الحرب المستعيرة هنا فبحسب آخر تقرير للأمم المتحدة فإن أكثر من سبعة آلاف لاجئ وصلوا إلى الصومال موجات اللجوء هذه وصلت إلى مقدشو كاميرا الميادين ترصد حياة أسرة يمنية لاجئة في مقدشو تقرير شافعي محمد حينما تصاب بمعساة إنسانية تعلم أن الكلام صعب أسرة فهد وحيدة من الأسر اليمنية التي وصلت إلى مقدشو فالظروف الإنسانية هنا ليست أحسن حالا من بلادهم ظروفهم بالكاد مثل المستجير من الرمضاء بالنار الحصول على مسكن بديل من هذا المبنى المنهار هو ما يتمنىه فهد إضافة إلى المساعدات الغذائية والرعاية الصحية وهي مطالب لا تتوافر في هذه المدرسة تصل إلى هنا تبعا أعداد جديدة من اللاجئين لكن الغرف غصت بهم بعضهم يفترش الأرض أسر يمنية المصير المجهول أمامها والحرب والدمار من ورائها هربا من العنف المستمر في اليمن لجأت أسرة فهد إلى هذه المدرسة التابعة للقنصلية اليمنية في مقدشو أوضاع معيشية صعبة تواجهها هذه الأسرة في ظل غياب دعم الهيئات المحلية والدولية تتواصل رحلة اليمنيين المطالبين باللجوء إلى الصومال والجيبوتي عبر البحر فبحسب آخر تقرير للأمم المتحدة فإن أكثر من سبعة آلاف لاجئين وصلوا إلى الصومال لكن الرقم ما زال في ارتفاع مستمر شافع محمد مقدشو الميادين ينضم إلينا من مقدشو نائب رئيس الجالية اليمنية في الصومال الأستاذ عبدالقادر شعبان سيد عبدالقادر شعبان يعني سبعة آلاف عائلة الرقم بازدياد حسب تقرير مراسلنا نريد أن نطلع منك حول أوضاع هؤلاء ومن يقدم لهم الرعاية في بلد اللجوء الصومال أخي الأزيز يعني معاناة اليمنين صعبة جدا أكبر من أكبرها أن أكبرها أن أكبرها البتان أو أن أكبرها عبر الهاتف أما اللاجئين اللي وصلوا إلى اليمنى هذا هنا اليمنى ذكرتم أنتم سبعة آلاف لكن نحن نبرأ مبرأ 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 زي وصلها حوالي مئة وعشرين عائلة يعني مئة وعشرين فرد يعني تكتون من ثلاثين عائلة أما المشاعدات التي وصلتنا بمشاعدات الحكومة الفيدرالية الشومالية يعني مواد إدائية فقطة كده رمزية لكن مستمرة زارنا في مدنة زالية وزارة رواب أطباة تبع بعض الهيئات العالمية والمعييات وهؤلاء ماذا قدموا أستاذ عبد القادر بالنسبة للهيئات الدولية التي تواصلت معكم ماذا قدموا للاجئين في السماء يعني الهيئة الدولية يعني تقولون حاجة تبطيطها يعني مثلا الهيئة التي تسمى بأقولك يعني تسمع بجيبير جيبير أوف جيبير يعني تساعدتنا بمواد هبارية ويعني يعني مواد يعني شعية هذه التي يعني تساعدتنا أشكرك جزيل الشكر سيد عبد القادر شعبان نائب رئيس الجالية اليمنية في الصمال كنت معنا مباشرة من مقدشو طبعا كان الصوت متقطع لم نفهم كل ما كان يقوله ضيفي من مقدشو تأثرت مباني صنعاء القديمة بالقصف الذي حدث على جبل نقم المجاور لها كونها مبنية من الآجر وعمر بعض منازلها يتجاوز الألف عام ويعد السداف مدينة صنعاء القديمة جريمة بحق التراث الإنساني كونها مسجلة لدى منظمة اليونسكو كأهم وأقدم المدن التاريخية في العالم أحمد زبيبة سيشهد التاريخ أن أقدم مدن العالم صنعاء القديمة تعرضت للدمار جراء القصف المتواصل على مدينة صنعاء من قبل طائرات التحالف السعودية فنحن اليوم أمام غارات يعرض تاريخ وهوية اليمن لأضرار لا يمكن تداركها أثناء الانفجاء أكثرث بيوت صنعاء القديمة من غير الطياق اتشرخت الجدر لأني بيوت قديمة وآثرية ما تتحملش هزة تدمير شامل لنا وللبيوت المجاورة وللمنازل الأثرية القديمة في صنعاء القديمة الذي أمر أكثر من 800 سنة استجاف ممنهج لتراث اليمنيين فها هي حارة الجلاء في صنعاء القديمة والتي يتواجد فيها دار الجلاء الذي يصل عمره إلى أكثر من 800 عام تشققت كل جدرانه وأسطحه وتلف كل أثاثه صاروخ انفجر في منزلنا القديمة في صنعاء القديمة ونتجت أضرار في البيتين البيت العدني والبيت القبلي نجم عن ذلك سقوض البيت القبلي المكون من ستة طوابك الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية تتحدث عن تضرر أربعة آلاف منزل قديم من مباني صنعاء القديمة نتيجة القصف في معنا في حدود تسعة ألف منزل الآن تقريبا في حدود أربعة ألف منزل تعرض لأضرار جراء شدة الانفجارات التي وقعت في قبل نقوم لأنه قبل نقوم متاخم لمدينة صنعاء الهجمات المتواصلة تدمر التراث الإنساني الفريد في اليمن والذي يعتبر مستودعا وتاريخا لليمن والعالم ما تعانيه مدينة صنعاء القديمة اليوم هو استهداف لأقدم تراث عالمي عرفته البشرية والذي يعد جريمة ليس بحق اليمنيين فحسب بل بحق الإنسانية جمعا أحمد محمد زبيبة صنعاء لقناة الميادين عودة إلى ضيفي في صنعاء الأستاذ ضيف الله الشامي أريد التعليق على نقطتين حقيقة أستاذ ضيف الله الأولى تتعلق بما عرضناه قبل قليل وهو استهداف التاريخ في اليمن واستهداف أماكن عمرها ألاف السنين وعن أسباب استهداف مثل هذه الأماكن وخسارة اليمن لها نتيجة الحرب الدائرة هناك والموضوع الآخر أو النقطة الأخرى التي أود تعليقك عليها هو موضوع إغاثة لم أكن أن تصور أن الصومال يمكن أن تكون مكان يوما ما للجوء يعني للجوء أو لاستقبال اللاجئين وها هي اليوم تستقبال اللاجئين يمنيا عن أحوال هؤلاء وأيضا نعرف أن هناك مركز إغاثة كبير الآن يقام في جيبوتي أيضا هل سيشمل مثل هؤلاء على اعتبار قرب الجغرافية وأنتم ماذا تقدمون أيضا في حركة أنصار الله في موضوع الإغاثة أريد تعليقك على هاتين النقطتين لكن نبدأ بموضوع استهداف الأماكن التاريخية لو سمحت بالنسبة للأماكن التاريخية والآثار اليمنية هي استهدفت منذ بداية العدوان وهذا يكشف حقيقة وتجلي الأهداف الخفية للعدوان على اليمن بأنه يستهدف الشعب اليمني تاريخا وحضارة وإنسان وقيم ومبادئ وثقافة بكل ما تعنيه الكلمة فهناك كثير من المشاهد استهدف مثلا قبر الأمير الصنعاني الذي له 1200 عام منذ توفيه في منطقة السنحان استهدف جامعة الإمام الهادي في صعدة له أكثر من 1200 عام استهدفت صعدة القديمة ومنازلها والتي فيها مباني تعود إلى ما قبل الإسلام وكذلك استهدف معبد الشمس في مارب واستهدف قصر براقش أيضا في مارب واستهدفت قلعة القاهرة في محافظة تعز كثير جدا من هذه الاستهدافات ومن المناطق التي استهدفت واستهدف قصر غمدان في وسط العاصمة صنعاء فسط صنعاء القديمة هذا كله مما يثبت هل هذه القصور وهذه القلاع وهذه الأماكن هي من سلبت شرعية هذه حتى يأتون تحت يافطة اتفاع عن الشرعية ليقصفوا هذه الأماكن التاريخية والأثرية هذا يجب أن تسأل به وسائل دول العدوان أن هذه هي جريمة بحق الإنسانية وبحق التراث العالمي بشكل كامل هؤلاء وجدوا قبل أن يوجد كل هذه الطبقة من البشر الذي يناعشون على تراب اليمني ولذلك ليس لهم علاقة بالأهداف التي أعلنها العدوان بالنسبة للعمليات الإغاثية واللجوء الوضع الإنساني العمليات الإغاثية بالنسبة للوضع الإنساني الوضع الإنساني في اليمن هو وضع عندما يشاهده المشاهد يجد أن الوضع متأزم نتيجة الحصار المطبق على هذا الشعب اليمني والذي لا يدخل في أي عرف أو أي قانون حصار كامل ببرا وبحرا وجوا وعندما تحدثوا عن هدنة وحاولوا أن يعملوها خلال خمسة أيام لا تستطيع أي سفينة في أي دولة في العالم أن تبحر في مدة خمسة أيام إلى السواحل اليمنية وإنما كانوا يريدون من خلالها فقط تمرير بعض مشاريعهم واستطاعوا من خلالها تمرير بعض موادهم من الأسلحة إلى عناصرهم من عناصر القاعدة الذين يسيطرون على المكلة في حضرموت وكان الهدف الأساسي هو هذا لكي لا تستهدف من قبل الجيش اليمني بأن يسمح لتلك الأمور باعتبارها إغاثية بينما هي عبارة عن أسلحة وإمكانيات لعناصر القاعدة الذين يساندونهم ولذلك الوضع الإنساني في اليمن اليمن يعيش حالة من التكافل الاجتماعي بشكل كبير جدا والمشاهد يلاحظ أن هناك قوافل من العطاء من قبل اليمنيين سواء من الغذاء أو المال أو الخيرات من خيرات هذا البلد تذهب إلى اللجان الشعبية وإلى أبناء الجيش في الجبهات مما يعطي أن هناك تكافل اجتماعي حتى نجد أن اليمنيين الذين كانوا عالقين في مختلف بلدان العالم على غرار كل دول العالم يطالبون وطالبوا بالعودة وعادوا إلى اليمن بشكل كبير جدا أفواج بل بالمئات عادوا إلى اليمن والحديث عندما يذهب بعض الأسر إلى الصومال ربما هذه الأسر هي أسر من الأسر الكريمة التي أصبحت تعاني الوضع وأصبحت تعاني حالة من الاضطهاد في اليمن إما أنها تعيش في أماكن يتواجد فيها عناصر القاعدة مثل حضرموت وغيرها التي لا زالت تحت سيطرتهم شكرا للتوضيح ولا يريدون أن يذهبوا إلى جبوتي لأن جبوتي يسيطر عليها هناك من يحركون العدوان ضد اليمن سواء من الداخل اليمني أو من دول التحالف المعادية اليمن ولا تريد هذه الأسر أن تكون عرضة للابتزاز من أولئك شكرا جزيلا لك أستاذ ضيف الله الشامي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله كنت معنا مباشرة من صنعاء